وقع المستشفى الإيطالي في محافظة الكارك التابع للأخوات الكمبونيات مذكرة تعاون دولي مع مستشفى بامبينو في روما لأجل خدمة الألاف من السوريين النازحين من بلادهم نتيجة النزاعات المسلحة في المنطقة وأكدت الراهب المسؤول في المستشفى الموجود في المحافظة منذ ثمانين عاما أن الخدمة الإلاجية فيه موجهة إلى كافة فئات الناس ممن لا تتوفر لهم إمكانية الحصول على المساعدة الطبية مبينة أن عدد العاملين في المستشفى يبلغ خمسة وثمانين شخصا